بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم موضوع والمحاضرة دي هنتكلم على جزء مهم جدا ويعتبر هذا في اساس من نزيل المحاضرة اللي هو وحسابات إحنا إذا بصينا إلى السيستم اللي عندنا بيتكون من خطوط رئيسية ومكونات روابط فلبات بتستخدم فيها ف فاللوس بتحدث عندي نوعين الميجور لوسز اللي هنال فريكشل لوسز ودي بتحدث في الأطوال الرئيسية من البايب سيستم ودي نتيجة الفريكشل بتوين فلاود الميجور لوسز بتحدث في الادشن كومبوننت وفي الانترانس وفي الاجزت وفي مثل هذه الأجزاء دي بحث تحدث عندي الفقد الأصغر وده بيبقى رزالتنج فروم بايب انترانس ترانزيشن، اكزيت، فالفز and other thing in line استراكشل هنتكلم على أولا الميجور لوسز أو الميجور فريكشل لوسز وهذه الفواقب بتحسب بمعادلة مهمة جدا ومشورة عندنا بنستخدمها لمعادلة دارسي وسباخ اكويشن ودي بتدينا المعادلة اللي قدامنا دي بيقول ان HF بتساوي FFL على دي V2 على 2G اللي هي الفواقب نديكة الاحتكاك أبارة عن F اللي هو معامل الاحتكاك و L ودي الهايدروج ديامتر و V يبقى إذن يهمني أعرف قيمة الفريكشن لوسز في هذه المعادلة لأن باقي الأجزاء بتكون معطيات باقي المعادلة بتكون معطيات اللينس معطيات اللي هي معروفة بحسبها يبقى عندي هو إزاي أنا أطلع الفريكشن لوسز فأولا إذا كان عندي السريان لامينار فلو نحن عارفين ان الاتش عبارة عن الدي بي على غاما الاتش لوسز بيشوف عندي الدي بي لما جبناها من معادلات توزيع السرعة أثناء استشتاق توزيع السرعة في اللامينار فلو لقينا ان الدي بي عبارة تمانية ميو LQ على باي اوس 4 بعوض هذه المعادلة يطلع عندي انه قيمة الفريكشن في حالة اللامينار فلو 64 على RE وده اللي احنا بنركز عليه قيمة الكوفيشن في حالة اللامينار فلو F 64 على RE وطبعا الكوفيشن في التيربلنت ان شاء الله في المحاضرة القادمة هنشوفه في حالة التيربلنت قيمة ال F بتساوي ايه اشتركوا في القناة